نقري درس بشكل حضوري في القسم مع التلميذ وإلى نعمل درسي عن بعد الأسئلة ذا حينين بين الطرق هذو مزوز خاصة مع اليساير في جائحة كورونا وش نحكي لكم في الفيديو هذي على اقتراح متاحصة نموذجية ناجم تعملها مع الطلبة وتليم ذا متاع يكون فيها جزء حضوري وجزء عن بعد تعليم فيها يكون سانك خون وأسانك خون في نفس الوقت في هكا تخلي علاقة بينكم بين التليم ذا متواصلة في تعليم الحضوري وتستعمل التكنولوجيا بيش تحقق التواصل البيداغوجي معاهم وقت لي حضورهم في القسم يكون مهوش ممكن نحب أولا نفسر لكم شنو معناها تعليم سانك خون وأسانك خون التعليم أسانك خون هو وقت لي الأستاذ والطالب انتاعو ما يكونوش في نفس المكان والزمان وقت التعلم معناها مثلا الأستاذ يعطي لطالب انتاعو دي دوكيمون أوراق بش يقراهم في الدار وإلا يعطيهم قانتونيو دي دي جيتال فيه الكورم التيعه في شكل فيديو في شكل فيشي ويرد ولا باوربونت زيادة بش يقراه في الدار هكا يكون الأستاذ والطالبے متاعو مهمش انكونتاكت في اتصال مباشر وقت التعلم بالنسبة للتعليم 5 خون هو بالعكس وقت اللي يكون الطالب والأستاذ متاعه موجودين في نفس المكان وفي نفس الزمان يأما حضورياً في القسم فاسة فاس وإلى عن بعد أونلاين في إطار اجتماع بجوجل ميت وإلى بزون وهكا تكون العلاقة السوسيال أديستانس حسب رأي المتواضع ابتداء من سنة 2020 التعليم لازم يكون مزدوج إبريد فيه جزء حضوري وجزء عن بعد فيه جزء 5 خون وجزء 5 خون هاكيكا نكونوا وكبنا تطورات العصر اللي احنا عايشين فيه وكونا تلمذة قادرين ومتمكنين المحتوى البيداغوجي والمحتوى التعليمي وزيداً متماكنين بالتكنولوجيا اللي بشولوا يستعملوها تاوي بش نعطيكم المثال متى الحصة نموذجية اللي قدت لكم عليها أنا أستاذة متى علوم طبيعية نقري في تلمذة متاعي درس على الدورة الدموية الدرس هذية يتقسم على حصتي كل حصة طولها ساعتين في الطريقة التقليدية كنت نقدم الدرس متاعي في طريقة حضورية في القسم نعمل الدرس متاعي نفسر لهم حاجات ونعمل معاهم تمالي في الساعتين هذو مزوز اللي كل يوم نعمل فيهم حصة نكمل الحصة متاعي طريقة حضورية 100% كيفاش نجم ندخل التكنولوجي في وسط الحصة متاعي وكيفاش نجم نرد جزء منها عن بعد وكيفاش نجم نحول هالحصة أسانك خون وسانك خون في نفس الوقت أولا نبدأ بالجزء الولاني اللي هو جزء أسانك خون وعند بعض معناها بش نعطي للطلبة متاعي الكور متاعي في بلاتفارم متاع عن سانيما مثلا جوجل كلاسرو بش نعطيهم الكور متاعي في شكل فيديو في شكل تصاور في شكل ديليان على يوتيوب دي فيديو اين عملتهم في شكل تيكست وإلى بخزنتاتيون باوربوينت هذا الكل بش يكون متوفر للتلمين عن بعد في البلاتفارم هذيع يطلع عليه بالتفصيل في الوقت اللي حب عليه كيف كيف؟ بش نتأكد اللي تطلعوا نعطيهم على كل جزء من الدرس تمرين شوفنا في فيديو قبل كيفاش مثلا في جوجل كلاسرو تزيد تمرين على أجزاء من الدرس في شكل كوسيام ولا في شكل كروك ولا في جوجل فاربز وهكا نكون عملت تعليم وتقييم فردي دي فاسان أسانك خون وعن بعض هذي ينجم يخذ 30 دقيقة من وقت الطالب بشي تطلع على مكونات الدرس الكل جزء الثاني من الحصة نعملو أونلاين أما دي فاسانك خون معناها نستدعى تليم دا بتاعي على غيونيو في زوم ولا في جوجل ميت بش نعمل معهم كويز كومبيتيتيف معناها فيه مسابقة بين تليم دا شكون يجاوب قبل شكون يجاوب أحسن نكون أنا دي جاه حذرت الأس بلا متاعي ونفسر لهم حاجات أتخافير هالكويزة اللي بش نخدموه ننجم زادة في نفس الحصة هذيكا نقسم تليم دا متاعي لدو جروب ونعطي كل جروب منهم أبخو جي بش يعملي بحث علمي مثلا على القلب الأيمن وإلى بحث علمي على القلب الأيسر كل جروب بش يتلهي بجزء متدرس ويحضروا بروجي ويقدموا البروجي بتاعهم في الحصة الحضورية ويزادي حضروا أسألة لزوم يلاقيهم في الجروب الأخر بش يتأكدوا إلي الجروب الأخر فهموا المعلومة ويعملوا حاجة نقضية معهم هكا نكون عملت 30 دقيقة من الحصة متاعي أونلاين دو فاسون سنكرون وقا ديستانس حد الآن عملنا ساعة من الحصة متاعنا ثالث جزء إنه نعمله حضوري هكا نكون الحاجة الوحيدة اللي عملتها حضورية مع تليم دا متاعي هي حصة مدتها ساعة فقط مش ساعتين هكا زيدة إنه أحسنوا ظروف التباعد الاجتماعي في الحصة الحضورية هذية في القسم الجروب اللي أحنا حكينا فيهم في ديستكوسيون أونلاين بش يقدموا البحث متاعهم اللي قدموه مثلا الجروب اللي ليني بش يحكي على الدورة الدموية اللي تابعة القلب الأيمن ويفسرت لتليم دا الأخرين شنوه البحث متاحهم وصل وشنوه وره ويعطيهم أسألة بش يجيوبوا عليهم ومن بعد يصلحوا الأسألة هذو ما متعزوا مليئهم ويقولوا لهم شنوه الصحيح وشنوه الغالط وهكا يكون فما عم خوجات خلاق فما كرياتي فيتي سارت وفما إس بخي خيتيك تكون عند الطلبة كيف كيف لقوب بلاخر بش يعمل نفس الحكاية في الحصة الحضورية بالتباعة في الحصة الحضورية ينجموا يسألوا حاجات شوفناها مقبل على جوجل خلاس رو وإلى وقت الغيونيون جوجل ميت هي الحصة طولها ساعة نجم تحتوي الأسألة هذو ما الكل وهكا نكون حولت الحصة التقليدية متاعي الحضورية 100% في القسم اللي متكونة من ساعتين واللي هي بازي أسيسا على أوراق وعلى كونتاكت متواصل إلى حصة أسانك خون وسانك خون فيها تعليم مزدوج حضوري وعن بعض فيه استعمال للتكنولوجيا وفيه تحفيز للتليم ذا والطلبة باش يتفعلوا مع بعضهم وباش يعملوا دي بخوجي هذا ماهو إلا مثال بطبيعة نتع حصة في علوم طبيعية ما إنا نتصور اللي المثال هذي نجم يتطبق على برشة وعلى برشة نيفويت على برشة أقسام في التعليم الابتدائي وإلا في التعليم الثاني وإلا حتى التعليم العالي حسب رأي زيد المتواضع أي أستاذ فينا يلزم يطور من الكمبيتنس هذوما ومن السكيلز اللي هما يلزمهم يكونوا متوفرين في التعليم متع القرن اللي إحنا فيه شنجم نوصلوا تليم ذا متاعنا إنهم قادرين إنهم يعيشوا في القرن هذية باللكمبيتنس الليزمين بالسكيلز الليزمين في القرن هذة ترجمة نانسي قنقر